خلينا نبدأ معاك قبل ما ندخل في المجموعات نشوف قيمة الموديلين الفنيين الأغلى القيمة التسويخية لأغلى عشر مدربين بيشاكوا في البطولة ونقرأ ده ونحاول نترجمه كده على مستوىات الفرق المشاركة وفرصها طبعا في تحيي اللقم هانس فليك طبعا ألمانيا في المقدمة 6.5 مليون يورو غريب بالنسبة لي أنه جالتها وتجيت إنجلترا طبعا موديل فني لإنجلترا جي في المركز الثاني بـ 5.8 مليون يورو ديدي ديشان فرنسا 3.8 مليون يورو تيتيل برازيل 3.6 مليون يورو في المركز الخامس لويز فانقال هولندا 2.9 مليون يورو في المركز السادس في بقى هنا أسماء يمكن جيراردو مارتيلو ده مدير الفني المكسيك في المركز السادس 2.9 مليون يورو ليونال سكلوني مدير الفني الأرجنتين 2.6 مليون يورو فيليكس سانشيز المدير الفني اللي شوفناه طبعا وظهر في أول مباريات قطر مدير الفني القطر 2.4 مليون يورو فرناندو سانتوس البرتغال 2.4 مليون يورو ومراد يكين سويسرا 1.6 مليون يورو مراد يكين ده بتاع سويسرا ده اللي كان بيرعب تحت قيادته محمد صلاح ومحمد النني في بازل وهو صاحب الطفرة الحقيقية في مستوى محمد النني اللي نقلته للأرسنال فكرة الاعتماد على محمد النني بدل ما كان من بيلعب دستروير فكرة الاعتماد عليه أنه هو بوكس طو بوكس بيزيد حد جوا المنطقة وبيساهم أكتر في عملية الشوت من برا المنطقة والساكن بول مراد يكين كان سبب كبير جدا في تحول مستوى محمد النني من محمد النني المقاولين لمحمد النني اللي احنا بنشوفه دلوقتي محترف في صفوف أرسنال فهو واحد من أهم المدرين الفنيين اللي أنا بعتبرهم كان لي بصمة على محمد النني وطبعا على محمد صلاح قائمة منطقية جدا العلامتين استفهم بالنسبة لي الوحيدة انريكي الويس انريكي مش موجود يعني دي بالنسبة لي يمكن واحد من المدربين تقعام المشوار سواء كان مع البارسا أو بعد كده مع إسبانيا يعني مشوار هو فيه فيه علامتين استفهم معين المقتنع بيه على فكرة بس فيه علامتين استفهم واحد مش موجود وواحد موجود واحد موجود في المقدمة كمان لويس انريك انه مش موجود على الرغم على فكرة انا مش بحب كرة طريقة كرة لويس انريك قوي بسوى واحد واخد شامبينز ليج مع برشلونة مقدي بشكل كويس مع منتخب اسفانيا بيبني منتخب جديد لأسفانيا مش موجود خالص ورقم اثنين ساوث جيت ساوث جيت اه انا على فكرة انا بحب ساوث جيت جدا انا لا يعني مع انا عارف ده كويس انا مش متفق معه تماما اش عارف بس هو بيعمل روتشن كويس وبيكتشف مجموعة من الشباب كويسين واصل سيمي فاينل كاس عالم فاينل يوروب بمجموعة من الشباب هو اللي ضموهم للمنتخب في المقام الاول وبيلعب كرة جميلة بيلعب كرة ديناميكية اكتر بس الامش اللي معاه تقدم احسن من كده لو مش اللي معاه تقدم احسن بس خلينا نحط نقطة مهمة جدا يعني انا متخيل المجموعة دي لو بيدربها حد مثلا زي جوارديولا هتشوف كرة تانية خالص موافق جدا بس جوارديولا ما كانش هيضم المجموعة دي اصلا جوارديولا كان هيروح يدور على الحرس القديم والناس الكبيرة والتيكي تاكا والكلام ده كله فكرة ان انت تلاقي ديكلين رايس فكرة ان انت تلاقي كالفين فيليبس فكرة ان انت تلاقي بوكايوساكا فكرة ان انت تلاقي الوجوه الشابة الجديدة يعني في 2018 كانت اول مرة نشوف كالفين في ليتز يونيتد بيلعب في منتخب انجلترا وهو الخط الوسط الاساسي هو وديكلين رايس والاتنين قدموا بطولة اعظم ما يكون الاتنين مستوى فردي كان عظيم جدا جوارديولا كان لو موجود وكما يش هيدمهم اصلا كان هيروح يرجع جيرا ليه ما الراجل شارك كالفين فيليبس هوا وجايب كالفين فيليبس بعد ما تقلق بعد ما لعب مع ليتزو وبعد ما ساوث جيت ضمه للمتخب ايوه يا راجل بيلعب على بطولات لازم يضم حد يعني يعمل اضافة اصلا انت عشان تجيب حد جديد على سكواد زي مان سيتي ماحتاج حد يعني شوبرستار تمام صح ولا ايه؟ طيب شاتراهن لسه على حد تيجي تجربه في المنتخبات بتراهن ولا بتجيب الجاهز؟ لا في المنتخبات ده مهمة الموديل الفاني منتخب اسهل بكتير جدا موديل الفاني انت بتجيب الجاهز وبتلعبه اه انت عندك قماشة عريضة جدا جدا انت في النهاية في النادي محطوط قدامك 30 اسم بتحاول تطلع منهم الافضل لكن في منتخب انت قدامك شوف كام نادي وكم بطولة شكرا ما بين ممتاز وما بين درجة اولى ودرجة تانية طلع بقى واختار زي ما انت عايز انا اشكرك بشدة على اللي انت بتقوله ده لان انت بتؤكد وجهة نظري فلما نطلع من ده كله بانه ساوث جيت اختار مجموعة من اللاعبين اللي مش معروفين وراهن عليهم انهم يتقلقوا زي كابتان حسن شحاتة مع عمل مع جده مثلا اه اوتو فنوير بقى هدف كاس امم افريقيا 2010 الفكرة في الموضوع انه مهمة المدير الفاني سهلة هو خدها من الطريق الصعب خدها من ان احنا بنكتشف مجموعة جديدة وبنبني جيل المستقبل والكلام ده كله اند ات بايد اوف يعني لما نتكلم على سيمي فاينل ات بايد اوف على الاقل انه انجلترا موخر مرة طموح انجليزي ما اعتقدش ابدا انك توصل مباراة فاينل او انك انت اخر مرة انجلترا تأهلك سيمي فاينل كان امتا ما تفرش معاك من زمان جدا